اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهم سياة طيبة مباركة لكم جميعا اليوم نحن الخميس عشر سبتمبر الموافق للأسبوع او الجمعة غدا ان شاء الله 82 من الحركة بداية طبعا هذا الأسبوع كان عندنا خبر مؤلم وفاجعة يعني اصابت صف الحراكيين وسلك المحامين الذين يعني حقيقة قاموا بدور جبار وهم مشكورون في ذلك على اختلاف انشطاتهم وعملهم المتواصل لنصرة المظلومين والمعتقلين ظلما وعدوانا الذين يميرسون حقهم الذي لا يمكن ان ينتقص ولا ان يمس فيه اي نظام يحترم نفسه اقصد بالذات الفاجعة ووفاة الاستاذ المحامي طارق زدام رحمه الله في البرج بوعريج حيثيات الوفاة طبعا ترك شيء من الغموض وادخلت الاضطراب اولا كفاجعة والطريقة اللي مسكين مات في هذا لا ندري الان هالحادث او شيء اخر على كل ستبين الايام لكن حقيقة كان فيه جماع ما بين كل الاحرار والمناظلين على عمله الدؤوب تفانيه لنصرة كل المظلومين فرحمه الله تعالى وتعازينا الاخوية والصادقة لكل ذويه عائلته ولكل الاحرار والمناظلين ربي يتغمد ان شاء الله برحمته وان تظهر الحقيقة حول هذه الحادث ان كان حادث او شيء اخر الله اعلم لكن كما يقول الشيء اللي يبقى هو العمل الصالح وسيبقى ان شاء الله رمزا من رموز المناظلين الذين عملوا دون هوادة لنصرة الحق ونصرة المظلومين والقيام بواجبه كمحامي شريف نزيه قدير فحقيقة هذه فاجعة رب ان شاء الله يتغمده برحمته الواسعة ادخل كذلك وفي نفس هذا السياق مدام تكلموا على هذه التطورات الغريبة التي طبعا وان كان ليست لها صلة مباشرة ولكن تأتي في السياق متصل يعني ما انساوش ان الاستاذ الفقيد رحمه الله طارق كان كذلك من محامين لدافع على الناس كما مناظر لراه كذلك يعاني براهيم الاعلامي في نفس المنطقة البرج وطريقة الاعتداء اللي يتعرض لها مؤخرا بعد الاعتداء المتكرر سواء جسدي يسحان مع المرة يضربوه كسروا له مرة دراعه كذا او الاعتداء المعنوي او الاعتداء باسم القانون اعتقالات متكررة وهو طبعا من المناظر الاوائل في الحراك يعني من انطلاقة الحراك وهو كان من الاوائل في مدينة البرج وكل انحاء كثيرة من الوطن وهذا يدل على ان هذه السلطة واعتقلوها امسانية كما يقولوا بالقوسين شرية ظلم يعني لحب السلطة هذه الانتقام على كل من لا زال يقف ويرفع عالية معاني ومطالب الحراك فلابد ان يكون كل المواطنون المخلصون والنشطاء والسياسيون مدافع الحقوق الانسان واقفون الى جنب اخونا ابراهيم ووقفا يعني صامدة في وجه هذا النظام اللي كل يوم سنتكلمنا الان على بعض الممارسة تعول خطابه السياسي لأصبح يجتمنه الانسان اكثر الان كلام النفاق كلام المراوغة كلام نظام فقد وعيه حقيقة فقد وعيه وهو يمشي بهرولة وبجري نحو المجهول نحو الدمار كأن هذا الناس فقدوا وعيهم دخلوا في واحد النفاق نفق الرداء نفق التدليس نفق المراوغة وكل نهار اللي يجي نهار وهذا كل ناتج احنا عارفين علاش مكاش بنيا شرعيا بنيا على هذا النظام مكاش ثيقة بيناتهم لانهم عارفين نفسهم كلهم بيناتهم عصابات كما يقول نضرب وقل ما يضربني هكذا الحسابات التاحهم ما ينوضوش في الصباح يفكروا حقيقة بهدوء بسكينة بتمئنان بحكم العلاقة الوطيدة اللي بينهم وبين الشعب فيما يصلح لهذا الشعب في شتى الميادين لا فقط هذا كش دالك هذا كش نقضي عليها هذا كش نحبس والحارك كش ميرجعش هذه يهمهم الوحيد هذه الممارسات المشينة مشات حتى في حق مناظلين آخرين ربما المنفذون ما همش نفسهم لكن في نفس الزمرة نفس الزمرة لان هذا النظام عنده اذناب وعنده ناس كذلك مش قابل التحول الديمقراطي في الجزائر ربما لانهم يأسوا من هذا الشعب وانفصلوا من هذا الشعب وما حابينش هذا الشعب في باريز هذه الايام التي خلت اعتداء على اخ من الاوال كذلك كان في الحراك الاخ معروف في الساحة الباريز الاخ عبدوها بقزوحة جاء واحد ضربوا وهرب علاش لانه كان شاد صورة لعلي بالحاش طيب كاي الناس ما تحبش علي بالحاش ومن حقها كايش مشكل الانبياء والمرسالين عليهم صلى الله عليه وسلم كاي الناس اللي ما يحبهم شو وغيرهم من السياسيين وهذا شي طبيعي ويبقى الناس دائما في ميولهم وفي حبهم او بغضهم لفلان فلان هذا شي طبيعي في البشر لكن الليش هاد الممارسة ما تفهمش مع علي بالحاج وما تفهمش على عبدوها بقزوحة الليش تمشي تضربوا فهذا فعل اما انسان مجنون اما انسان كليك تنسميهم الفاشيستيين هادو اللواياس الجدد واما انسان مبعوث من جهاز مخابرات يحب يثير بالبلة يثير يعطي باليراكين تحول حراكة مخلطة يريد تخويف المناظلين ولذلك نعمل امنا احنا عرفوا هذا التحاليل كلها باش كل واحد نجاوبوه بقدر ما يكون الكيدة تاعه والظلم تاعه وارادة المعلنة او المخفية للمساس بالحرك اولا تضامنا مع كل اخوانا المظلومين اليوم عبدالوهاب اذا كان واحد اخر حتى منصف اخر تم اعتداء عليه حتى اللي ممكن من تفخش معه سياسيا الفطروحات لكن هذه الاعتداءات هذه المحاولة التخويف الانتميداسيون حتى الزاقريسيون احنا لا نقبلها مين كان وندينها واي كان دارها لأي سبب لاننا نعتقد ان لكل جزائري حتى من الناس تعال النظام نقولها بكل صراحة يجي غدوا واحد دفع النظام نحقه ولا مع العصابة ولا يقول انه كان مع هذا التبون ولا مع المخابرات اتكلم يعطي يقنع الناس لان الحراكة عنده من النزاهة والاستقامة وقوة الحجة والفكر والنظر البعيد ما يكفيه ما يكفيه احنا عارفين هذا النظام يخسر في عالم الافكار في عالم الحوار البناء ما يقدرش ما عندوش مادة ما عندوش اسس فكرية ما عندوش حذق ما عندوش قدرة وإلمام على ان يقنع هذا الشعب عنده فقط المراوغة لكن معليش اللي جمعنه احنا ما نعتاده على التوح وحقيقة اللي حابين الحركة ونقولها في إطار حركة رشاد هذه التوصية واضحة ولا شك فيها اللي يمشي خارج هذا الإطار ما هوش من حركة رشاد لا نعتدي على إن كان لا لفظيا ولا طبعا جساديا هذا مرفوض كلية نناقش نحاور ونطرح أفكارنا وهذا هو نهج الحراك الحقيقي الآن فيها أطراف عن جهل عن قصد من مبعوثة الله أعلم يعني بالتفاصيل لكن أقول الإخواني وأخواتي في الحراك الهدف منه هو إثارة بلبلة وتخويف الناس فلا ينبغي أن نقع في ذلك لا نرد بالسيئة بل نرد بالحسنة هذا هو سمة المؤمنين الصادقين الذي يأتينا بالمعاملة السيئة بصريح لفظ القرآن بساعتنا المسلمين ونعتز نرد بالحسنة كلمة طيبة بالنصح وكذلك بثاباتنا على موقفنا ما لازمش هذا الناس يفهموا بل لهذا الأفعال المشينة ولا هذا اللي نسميه هنا الفاشستية ولا سيرة لوايس راح تخوفنا لا هذا شعب شعب صامد صامد بعزيمته على مبادئه وما يخوفوا حتى واحد هؤلاء اللي حاسبين بلا راحين يخوفوا هذا الشعب ولا يديروا له شك في في مسيرته لا أبدا أبدا الناس ممنى في قضيتها من الصادقة في سعيها ولن ينالوا هذلك بل يكون ذلك إلا عزيمة وأكثر إصرارا على المضي نحو تحقيق مطالب الحاركة المشروعة ونصرتي كلمة الحق أيا كانت أيا كانت هذه التكلفة في إطار السلمية والوحدة التي لازلنا ولا يبقى كل المناضلين والمناضلة الأحرار اللي يمشوا وندعو كل إخواننا وأخواتنا باش ميزعز علىهم مش هذه المحاولة لأن هذا هو المقصود هذا هو المقصود فيه ناس إنهم إما أنهم عرفوا أن الديمقراطية ما عندهم مش حظ فيها من سلخين هذا الشعب هذون سمونا الفاشيستيين وهذا ليس بي لأنه يفكر بطريقة لا 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 كل جزائر وعود وكرر مهما كان التفكيره وطرحه السياسي وإن كان شغل يسميه البعض شاذ إكسترام لكن ما دام في إطار الأفكار عنده الحق فيها هذا عنده مكان مع شعبه وإخوانه مهما كان لكن هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية والحضارة والتمدن وهم صفر على صفر لأننا شفناهم عندما تأتي في الحجة يتكلموا على العصرنا صفر نواجههم بالعصرنا ونتحداهم بالفكري بكل أنواعه باللغات بالتراث السياسي بالتراث العلمي بالتراث الثقافي بالتراث الحضاري شفناهم صفر ما كانش وهذا هو ما نسميه من الفاشيستيين اللي يمشوا يعتاد الناس ويكثروا عليهم البلبلة ويخوفوا في الناس ونرى البعض منهم ها تكلم بواحد من أكابرهم هذا جنرال نزار وحبة موقع شاف ربما العصابات يقول لك ما لك العصابة التاعية راح تغلب العصابة اللولى وترجع عصابة التوفيق وكذا وكذا راح حبيت موقع هذا مجرم حرب جرائم ضد الإنسانية متابعة أمام عدالة دولة فيها عدالة عدالة قوية مش تعشريات فالآن راح هو وأبواقه رجعوا في تخوف الناس بالتسعينيات والإسلامين عبدوا في ملفات قديمة الملفات القديمة سوف تخرج تخرج أمام إطار عدالة مستقلة وثم نشوفوا الملفات مش بالأبواق الناعقة التي تضرر في الرماء تخوف في الناس وآه وإسلاميين ما كان خطأ تريثوا الملفات الثقيلة سوف يأتي وقتها أمام محاكم وعدالة مستقلة وحينها ترون وابديتوا تشوفوا مش فلان وقل دار وهذا كذا وهذا حلو وهذا المنظمة وإرهابية تفضلوا أنا دايما نقول اللي عنده ملفات يجيبها وشفنا مستواكم الردي والمنتن والحقير وأنتم لا تعيشون إلا في الكيد لهذا الشعب نزاروا جمعته دخلوا بلاد في حمام من الدماء في التسعين وحابين يرجعوا هذا الشي لأنها الخفافيش ما يعيشوا إلا في الضمار وعايشين لأجل الضمار ومسيرتهم كلها كلها لدمار هذا الشعب فلذلك بكل وضوح لابد أن يبقى هذا المسار على الحراكة موحد وفي إطار الإحترام المتبادل وسوف أعطي بعض الميزات استقيتها من تجارب أخرى حتى إليها في أخير هذه الحصة حتى تكون عندنا منطلق أخلاقي إيتيك كما يقول الفرنسية مورال ليجمع المخلصين من هذا الشعب اللي حابين الخير دون أن يقعوا في هذه المناورات اليائسة إنهم هذا الناس منسلخين لا يمثلون شيئا في المجتمع الجزائري وكل التجارب التي مروا بها بيننا أنهم ناس كما سمعوا الفاشيستيين الفاشيست هذا إحنا سنعاملكم بالحق وبالعدل وبالقانون وبالإحترام حتى إحنا حتى اللي يظلمنا ما نردوش بالكلام البذيء ولا بالاتهام الباطل إذا كنتوا درتوا جرائم والكثير منكم دارها سوف ترونها أمام محاكم العدل والمساواة لتضمن حتى حقوقكم كمتهامين إحنا لا نشاهر في الباطل ولا نتهم أي كان بالباطل هذه في الملفات القادمة أما اليوم الشعب الجزائري فهو واعي يريد الديمقراطية الحقيقية يريد احترام كل إخوانه وأخواته وهنا لدي نداء خاص لأنها بدأت تكثر بعض الكلام شفتها حتى عند أوساط غربية لا أظن أنها تريد بالضرورة الخير للشعب الجزائري وشام يقول هذا الطرح الحراك وكذا وفيه مشكل لأنها ممكن تسيره أطراف كما يسمون إسلاماوية يخيفوا بهذا كما يدروا في تسعينات أنا أدعو إخواني وأخواتي اللي تابعين لهذا الطيار عن قناعة أو عن التزام سابق أو كذا أن يكونوا على حذر أن يطمئنوا كل الجزائر والجزائريات على أنهم يريدون الديمقراطية حقيقة ويلتزمون بها في كل وقت وأوان أن يحترم حقوق الإنسان أن يحترموا حق الفكر وحق الاختلاف في التوجه الإيديولوجي لكل جزائري له الحق أن يدير برأيه وأن يسير وفق هذه المنظومة لأن نرى فيه واحدة الحملة تحتشويه وتخويف تخويف كأن الناس عن صدق خايفين لأنها ممكن المرجعية تتعوه هي واحد التيار الفكري والحضاري اللي بالنسبة له كأنغول يسموه هذا هو الإسلاميين والأرهاب ويخوفوا في الناس وكأن الناس يمساكن خافوا فينبغي الناس اللي ينتموا هالتيار يطمعنوا هؤلاء إخوانهم لأن هؤلاء إخوانهم جزائريين ننتقلنا أن هؤلاء إخوانهم بكل ما يملكون وشفنا أمثلة رائعة في الحراك في البداية قوة الحراك كيف نرى إنسان ممكن متدين في ملبسه في هيئته يقف مع مرأة ممكن أقل تدينا بين قوسين الله أعلم بما في القلوب وبينت الأيام أنه من الذين قد ينظر إليهم عالم غير متدينين في أخلاقهم وسيرتهم أحسن من غيرهم من الذين لديهم الهندام والشكل والصورة هكذا علمتنا الحياة والأيام فلذلك أي كلام اللي ممكن يخوف الناس يدخلهم الشكل أرجو من كل الإخوان الجزائريين والجزائريين أن يتجنبوه بل أن ي وهذا من مش مراوغة ولو كيك يتكلموا ناس يقولوا نحب الديمقراطية يقول هذه يسموها تقية ورغم يخبوا هذا كلام تافه تافه لأن أصحاب التقية هم الذين انفصلوا عن شعبهم وطنهم اللي حاب شعبه إخوانه وبلاده ما عنده ما يخبي ويكون صادق ويتعهد بمثلا ديمقراطية نحترمها مهما كانت نتيجتها وإذا كان أنتم أيها ليسموكم إسلاميون فستو تتعهد من اليوم أنكم تحترمون كل الجزائريين في حقوقهم الأساسية في حقوق حقهم في الفكر في حقهم في المواطنة في حقهم في حياتهم الشخصية فيما هم عليه كيفما كانوا هذا هو المنطلق اللي باش يسد الثغارات ما نخلوش الناس يدخلوا الشكوك لأن هذه الحملة العصابة وأبواقها بدأت تحرك في هذه الأشياء باش يخوفوا في الناس يخوفوا فيهم بالتسعينات بينهم كانوا هم السبب فيها هم كانوا السبب فيها وإذا بقيت فيه رواصب سيئ 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 رغلي دفع الجستي إكتابل والجستي إندباندان في هذا الجانب ليس بالتخويف والتهويل لا 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 الجين إن شاء الله وقت الملفات وما تخافوش لأننا شفنا تجارب جانب أمريكاليا اللاتينية وإسبانيا وكذا إلى اليوم ما زال تخرج ملفات لأن أصحاب الحقوق لا يمكن يسكتوا على حقوقهم لا أظن أن ابن ولا ابنت ولا زوجة ولا أم إذا بقى ومساكن وكثير منهم توفى ورب يرحمهم تعالى المختطفين للديس بار وإحنا يسكتوا على حقهم لا يجي النهار ويحاسبوكم أيها المجرمون يجي النهار وهذا مش للتخويف ولا كذا هذا يخص فئة قليلة من المجرمين اللي هم الكثير منهم اليوم هم الأصل في هذا المحاولة اليائسة لزرع البلبلة في أوساط الحرك أما الشعب سواء من حق السن جيل جديد بريء يدو بيضاء من تلك المرحلة ولذلك أنا حتى أنا أقول أنه الجزائر الجديدة إن شاء الله يتخرج من الحرك لابد أن تسند إلى الجيل الجديد إلى الجيل الجديد الذي لم يكن اسمه مرتبطا بهذه المرحلة عن قصد ولا عن غير قصد عن مؤامرة أو عن حقيقة ما عليش نخلو جيل جديد اللي يكون على الأقل ما يمشيش بهذه التاركة اللي تبقى تكون عائق حتى تكون حقيقة انطلاقة جديدة لجيل يريد جزائر قوية جزائر ديمقراطية جزائر تحترم كل أبنائها ورجالها ونسائها والباقي دي حاب يساعد يا أخو يا أبواب الخير كثيرة أبواب الخير كثيرة اللي حاب يدير جمعية ويصون البيئة ولا يصون الأمور العمل خيري ولا ينصح ولا عنده فكر ولا تعليم ولا أبواب الخير كثيرة جدا كم يقول يلا عروا على زنودكم وخدموا فقط هذا كان حقيقة كلام أخوي لكل أنصار وفاعلية الحراك بتنوع طروحاتهم وأملنا شاء الله هذا ذكر عند كثير اسمعنا عند كثير من الأوجه البارزة في الحراك مؤخرا في الأسابيع الأشرة الماضية ممكن إن شاء الله يكون ميثاق شرف بين كل الحراكيين وفيما يخص حركة رشال ستكون مع كل ما يجمع عليه الحراكيين من أبواب الخير من أبواب الوحدة من أبواب العمل على منطلق السلمية الوفاء للقيم الكبرى وتاريخ شعبنا مثل عهد نوفمبر كل هذه الأمور التي تربط الجيل هذا بماضيه الشريف الذي انتزع حريته وأسس للدولة الجزائرية والمستقبل الذي لازلنا نسعى إليه دولة الحريات دولة الكرامة دولة العزة دولة دولة الانتصار دولة الأمل دولة القوة والعزة في إطار الاحترام لكل المواطنين المواطنين هذا طبعا الكلمة تكلم عن الحراك هو عكس ما تسوق له وتروج له العصاب الفاشلة العصابات لماذا المتناحرة بنتها ولنا أمثلة عجيبة في هذه الأيام سرات فيضمت هذا قد يقع في أي مكان مش ميقولون شكم تهولون لا لا قد يقع في دول حتى متقدمة وتقع إشكالات العيب أنها تتكرر ثم أن العيب أن الشيء المفروض ما أشطام ما قلناش رها جاء تسونامي على العاصمة كمسرة في اليابان ودمر الله غالب يعني احتده لقويا ربما تأتيها أشياء من قضاء الله كما قل واحد يحمد ربي على كل حال ويسعى باشي عاود ينصف ويبني ويمد اللي تقاسوا في هبة موطنية تعتضامن وتكافل باش نخرج بإذن الله من هذه المحنة لا إحنا أجينا أشياء تبقى ما إيش حاجة كبيرة ما أوش طوفان ما أوش تسونامي أمطار نعم كانت غازرة شوية لكن في دولة محترمة المفروض البنية التحتية تكفي لعدم يعني وقوع الكارثة لكن إحنا ما عندناش إحنا ما عندناش لأن ما عندناش منتخبين شرعيين وهذا الأمر من المسؤولية المحلية البلدية الولاية لكن عندما تكون ما تكونش شرعية عندما تكون ما تكونش هيئات منتخبة اللي حاسبها شعبها ولنوض رئيس البلدية ولا المجلس البلدي يهمه الصباح كيفاش ينظف كيفاش يستبق المشاكل هذا هو يعني إنسان كيكون مسؤول على بلدية كينوض الصباح يقول لا قدر الله غدوة كيفاش ندير صرا زلزال وش ندير جاء طوفان وش نتحرك جاء صرا حادث هذا المشكل تعاد الحي هذا بقى خاص وما هذا كذا ويعمل قدر المستطاع ويحاسب أمام اللي انتخبوه ويبذل كل جدا ما إحنا عارفين هو بلدية الشكارة والسرقة وأعطي قطعة الأرض لوتيران هذا ودي منه وكول وأعطي وكل وكذا هذه مجمسية ويأتينا أكثر من ذلك يطلع علينا التبون قال لك أمر دي جيسان الشرطة باش تدير تحقيق وش هذا الخلاط هذا وشنهي هذا الخلاط أنتم دولة فاشلة عواض اللي يروحوا يبحثوا على لب المشكل لب المشكل هو ليس تقني هو لبتع شرعية هو لبتع مسئولية تجاه مواطنين تجاه شعب يعني ما عندما تكون الشرعية والمسئولية ما تجاه المواطنين هذا البلدية ولهذا الدائرة ولهذا الولاية تكسر رأسها كي تصبح ليل وتستبق المشاكل وتحل المشاكل نعم ما تقدرش وسائلها قليلة وكذا معليش تطلب معونة من وسائل الدولة الكبرى حتى من الجيش قال يجيبونا الجرافات يجيبونا الجنود راهي عمة البلو وما كانش مشكلة بل هذا هو دور المؤسسات اللي عندها وسائل على مستوى وطني لكن المسئولية الأولى المحلية لكنكم طمستم طمستم الشرعية طمستم الذكاء طمستم القدرة طمستم الكفاءة الناس اللي فيهم الخير وفيهم الخبرة هربتوهم ولا سجنتوهم ولا قتلتوهم ولا شربتوهم ولا نفيتوهم جبتوا إلا النفعيين طمعين في عهدكم إلا يومين هذا إلا من رحمة ربي كائن ناس ولاد الحلال حاشة كائنين لكن قلال مساكن وليحاولين يديروا حاجة طيحين عليهم تقهرهم في كل الأمور المدنية ولا في الجيش كائن ضباط ما شاء الله نزهاء كائن في الإدارة ناس ولا الشركة الوطنية حابين لكن يحليلهم مساكن عايشين في مستنقع من الرداء من المحسوبية من الطمع من السرقة من النهب من الاحتقار للمواطن هذه هي فلسفة عصاب التبون والزمراء اللي جابتوا للحكم هي تاعة زبونية النظام رانتي يعني يعطي يدير في المسئولية ليسفق عليه ليوكله ليشربه ليدفع عليه ليش لدفع المواطنين فلذاك تصبح أي شي أي شي يقع في البلد ينقلب إلى كارثة ما تكلموش على المستشفيات ما تكلموش على الشيء اللي رأي يصرف الطرقات ما تكلموش على المسئوليات في ضمان ضرورات الحياة أي بلد أنا عارف باش ميقولوش اكتوونوا يقع أي بلد قد تقع فيه كارثة قد يقع انفجار شوفوا ماذا ترى هذا الأنابيب بتاع البترول اللي تختلطت كل يوم تطلع لها شي لكن أين هي هذه المؤسسات الشرعية التي يكون لها القدرة على أن تمارس دورها وكذلك تحاسب من طرف الشعب ما عندناش وما عندناش مش يبقى خادش الله غالب ناس ما زال ما قراج ولا ما فهمت ولا ما عنداش الكفاءة لا لأنها سياسة تأتلاف فلسفة للتدمير يعني منهج للدمار ماشي للحيط وكل المؤشرات الاقتصادية البيئوية البنية المؤسسات طرقات البنية التحتية تأتلاف البلاد الله يصطر كلها تدل على الكوارث جاية واحدة بعد الأخرى مش فقط هذا قادر محتوم نعم قد يكون قادر لكن انت مش ركت ديرك مسؤول وأولهم هذا اللي راي يقول راني رئيسه جابه العسكر وقال لهالك الحراك تببون المزور جابه العسكر ما حدير والو ما تقدرش ما تقدرش ما يقدرش يخرج الخير من التصوير وعودناها مرارا وتكرارا ويا ليت هذا الناس قالوا ما عليش جينا في ظرف استثنائي اكسبسيونال وقال لكن نحاول نجتهد ونعطي من الضمانات الكافية لهذا الشعب باش ممكن نفتح قنوات لا ما زلتوا في سياسات القمع الاحتقار المحسوبية كل الممارسات تع العصابة اللي خرجته هذه مدرسة خرجت منها طبعا مدرسة بين قوسين متلافة هيئة لإتلاف ولدمار للدمار وليس للإصلاح وليس للعمل الصالح أبدا فلذلك يبقى الحل الوحيد هو راديكاليات التغيير رغم ما يقوله بعض من يدعي أنه سياسي ولا عنده حزب يقول خالح حراكة صبح راديكالي وحنا لازم وش لازم أنتم رموز الفشل تكلموا عندكم الحق هاكم سياسيين حابين طامعين في مناصب ولا لا يسهل مهم مناش تنمي جوش تتفلسفو على الشعب فالشعب فاهم والحراك فاهم المسار لا يبنى شيء صلب وشيء حقيقة يخدم مصالح الأمة والوطن على الباطل ولو أعجبك آنيا مال الباطل ولا تغلبه لحظة لا أبدا مصيره إلى الدمار وهذا الأيام ونرى كذلك بسبب هذا الفشل الذريع وهذا التهلهل في مقومات الدولة الجزائرية وما كان هو المفروض يكون ضمان لأمنها القومي للأسف هو أمن نظام وليس أمن قومي أصبحت كل المؤشرات الموضوعية الاقتصادية السياسية تدل على تبعية أكثر فأكثر لقوى أجنبية معروفة قوى الاستعمارية السابقة وضعف المواقف الجزائرية بسبب بسبب دائما هذا النظام اللاشرعي اليوم اليوم برلمان كان لك عندنا برلمان نكون نسمعوها في هذه المحاكمات تعويل عباس تعط ليباك نشوفك فاشندار برلمان كان لك اليوم الخميس عشرة طلعت لنا وكالات الرسمية وكالة الكذب اللي بهدلتها الأمم المتحدة قبل أسبوع كنت تكلموا وشفتوا وما كاش منها شكوا أمام المتحدة وهذا وكذا وهذا القرامة ورشاد وكذا 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 يكذبوا شفتوا شكوا اللي ظهر الكذاب شفتوا شكوا اللي بهدل بالجزائر أمام الأمم بالله عليكم احنا نحشموا لاني اتخيضنا نفسنا علاش توصلوا للجزائر لهذا الشي حتى تولي الأمم المتحدة تطلع تقول لكم وكالة الأنباء والحكومة نتاعكم وهذه العصابة كذابين وتحبطوا وعلاسكم وتقولوا وتخنسوا كالشياطين عيب وجزيدونا لي ومش يقولون هذة الوكالة تاع الكذب مش وكالة أمباجز هذة وكاذك الكذب والتدليس قال لك البرلمان راو الصادق على نسخة الدستور ايه ما شاء الله بسرعة يا أخويا عندنا الناس رمشة عين دستور الدول اللي بأرقاز قدامنا برك خاوتنا التوانسى رب إن شاء الله يحفظهم ويوفقهم ويحفظ بلادهم سنوات هما يتناقشوا على المباشر ورد وكذا خرجوا حاجة نحن أكاد أجزم ولا أقسم أن أغلبيتهم ولا قراوة أنا لا أقراه لأنني أرفض المسار أصلا شفته باش ما نكذب شفت بعض العمور كلام فارغ قولوها كلام فارغ شيء مضحك دستوري يتكلم على هاي ذربح هذاك وكانت أغلبية رئاسية مش عالشي لغاية رئاسية يكون وزير أول بسعالها يريد يربح حزب وكذا وأغلبية يكون رئيس حكومة وشهد لللخبطة هذه هذا ما وصلت ليه بعد تفكيركم هذا هو نمط النمط السياسي اللي حابين للجزائر يعني حد عقم عقم في الفكر عقم في الإبداع السياسي عقم في المهارة ولا شي كان هذا النظام وصبح كما يقول ذكير هذا كان نمط يجب للرداء كل يوم يجبوا حاجة كل يوم يفاجئون بكارثة مصح قال لك الوكاة الأماء قال لك بسحر ما زال مجلس الأمة رح يزيد هو ثاني أنا نظن يا أيها الجزائرين جزائرات ستكون المفاجأة الكبرى هذا مجلس الأمة ذوك تشوفه ما يصادق هاستنى الشعب الجزائري والحاراك المبارك غير معني بهذا الدستور ديروا وش تحبوا سوقوا وش تحبوا اكتبوا وش تحبوا المستقبل أنتم ودستوركم سوف يطرحكم الحاراك عاجلا أم آجلا خارج النطاق وربما هذا الكلام اللي قلت الآن قالوا أستاذ المحام يخون مصطفى أبو شاشي في رسالة جيدة وعطال خلاصة ربما بأسلوب أكثر أكثر ديبلوماسي من الشي اللي قلت الآن لكن نفس الكلام نفس الكلام ولكن نحن عارفين رحيم شو يجر ولكن نحن إن شاء الله نسعى في الحاراك بش يكون أول نوفمبر هو عيد للجزائرين الجزائريات وعيد للحاراك وإن شاء الله يكونوا رد شعبي كما رفضوا تبون المزور في انتخابات 12 ديسمبر اللي جابوه العسكر راحين يرفضوا كذلك الحراكيون الجزائرين المخلصان لوطنهم والذين يريدون دولة الحق والقانون رفضهم لهذه المهزلة لا في الشكل لا في المضمون لا في احترام هذا الشعب لا في طموح هذا الشعب إلى دولة قوية دولة القانون والحريات دولة الإبداع دولة الفكر دولة النور دولة الحضارة دولة التقدم دولة الأخلاق دولة الصمود ودولة ودولة الحرية والسيادة الوطنية الحقيقية أنتم لا تمثلون هذا يا جماعة والشيء العجيب خلال هذا النقاش قال لك داروا النقاش جراد مع ما يسمونه برلمان حاشة الكلمة برلمان قال لك هذا جاء تكريسا للحراك الأصيل المبارك الحراك الأصيل يا أيها الجزائريون أعلى بيكم يقول الحراك الأصيل خاطر بلك إذا ما كنتوش عارفين الحراك هذا بدأ تبونه جراد مش أنتم للناس المالين خرجتوك في الشعب في الشارع كي كان تبون تابع العصابة تعبوت في اليقاء وجراد وكذا أقول لك وما الحراك الأصيل يا سبحان الله إن لم تستحي أقول ما شئت الحراك الأصيل إن شاء الله يرد لكم لا تخافوش الحراك الأصيل المبارك سيرد لكم بالطرق النزيهة الشريفة السلمية في إطار وحدته في إطار كرامة وعزة هذا الشعب الذي لا يقبل أن يهان ولا أن يرهن مستقبل وطنه قبل أن أنهي كتحب أقرأ لإخواني وأخواتي بعض التوصيات الحراكيين واخذتها من من وثيقة كان أعدها واحد في زمن آخر باش ميقولوا الناشرة في تداخل لكذا اسمه عبدالعغفار خان مسلم كان مع غاندي ماشي في نفس الطريق ورغم اختلاف الدين والأمور كثيرة لكن مشاوه في يعني ثورة لا عنفية بقيت معلما في التاريخ وجابت الهند استقلالها آنذاك وهو كان رجل مسلم تدين من اللي كانوا مشوا في هذا المسار وعطاه حقيقة مع الناس اللي كانوا معاه وأنا عجبتني بعض القيام ممكن حتى تاخذوها كحراكيين جعلها يقول اللي حاب يمشي في هذا الحراك في الثورة اللي عنفية تعتهم ووقتهم من ذلك لازم أن يتعهد ككل فرد ماذا بينا كل جزائر يتعهد تعهد أمام ربي سبحانه أولا حتى اللي رأيقول ما أنا مش مسلم لا يسهل لها أمام ضاميره ولا الهوية تاعه بأشياء أشياء قوية جدا حبيت أن أقرأ بعضها لكم يقول هذا عندهم ميثاق هؤلاء في ثورتهم هذه نتكلم عن الأربعين قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة قال أنا خادم لله والله لا تعوزه خدمتي أؤمن بخدمة عباد الله خدمة عباد الله كل المواطنين بأنها هي خدمة لله أيضا أتعهد بخدمة الإنسانية كل الناس كل البشر إن القى واحد مظلوم محبور مريض كذا أساعده مهما كان ما أسأله لا أنت منين لا وشوى دينك لا وشوى عرقك لا شوى لغتك إذا كان ملهوف طايع أساعده أتعهد بعدم استخدام العنف وأتبرأ من اللجوء إلى الانتقام العنف والانتقام ما كانش عندي أتعهد ويخص نحن بدلت الصيغة أن أتعامل مع كل جزائري كل جزائري كأخ وصديق لي أتعهد بالابتعاد عن العادات والممارسات المنبوذة في المجتمع الشيء اللي مش مليح سرقة شتم كسر تخطيف ظلم تعهد باش نبعد عليها لأن في مجتمعنا بحكم تراكم هذه الأنظمة الفاسدة والعصابات دخلة أمراض نحاولوا قدر المستطع حتى إخواننا اللي مبتلين بهذا الأشياء يحاولوا يساعدوا بعضهم البعض لأن في هذه الأوقات ما تنسوش إخواننا ثورة التحرير المباركة النومبر كان جزائري ثاني طاح ومساكن في أشياء اللي كان مسكين مبتلل بالسكر ولا بالمخضرات ولا بأفعال الثورة رفعت الهمام والناس كثير عودت بعد من هذه الأشياء المشينا اللي كان سراق ولا يخاف وما يتعداش على خاوته ولا على الآخرين أتعهد بأن أعيش حياة بسيطة ما يكفيني هلاش أنا نحب أنزيد كثر من حقي وأنا أتحلى بالفضيلة حسن الأدب بالخلق مع كل المواطين الجزائريين والسلوك الحسن والابتعاد عن الإهمال والتسيب ها هلاش كنت عندي أكرمكم الله الزبلة في يدي علاش نرميها في الطريق علاش نأذي الناس هلو نرميها في مكانها أتعهد هذا كان وقتهم بأن أكرس كان يقولوا ساعتين من وقت يوميا على الأقل لخدمة المجتمع يا سيدين ندير نحن نقول نصف ساعة ساعة ساعتين كل واحد ندير حاجة للصالح العام أي أن كان أن نظف طريق نعاون أطفال صغار نعاون ناس محتاجين مرضى أي شيء تعال خير نديره أتعهد بربط اسمي بالصدق والأمانة فأكون حقيقة خادما للرب الصدق والأمانة أضحي وأعطي من مالي ووقتي وراحتي في سبيل حرية أمتي وأهلها سوف لن أكون يوما طرفا في عمل يسعى إلى الانفصال والفتنة بين المواطنين أو سببا في اندلاع الكراهية كونش سبب في هذا الشيء والغيرة بين شعبي وسأقف دائما في صف المستضعف المحقور المظلوم وضد المستكبر الظالم الطاغي المستبد أين كان هذا هو لب الحراك الحقيقي التزم بالحق والإحسان في كل وقت من أوقاتي لا أريد لا مكافأة ولا غنيمة في خدمة أمتي لا مكافأة ولا غنيمة أعمل هذا بصدق لوطني ولشعبي وبمأننا مؤمنين ومعظمنا مسلمين كذلك أكرس كل جهودي لمرضات الله خاف من ربي وحاب ربي أرضى عليها وأبتعد عن التباهي بالعمل والتكسب منه ما نديرش عمل غير باش أطلع في الكراه دون باع ومعنا خاصة الإخوان المناظرين ينتبهوا لهذا الشيء هذه هي القيم الأخلاقية ربما أحد يقول آه مثالية اللي ما عندوش مثال ما يوصلش ربما قد لا تتجسد هذه الخصال فينا في كل وقت تتجسد بعضها فيي ولا في غيري في وقت معين ما لا يدرك كله لا يترك كله إذا ما قدرتش ندير لا يترك وجله نحاول ندير شي اللي قدرت ربما وحد تسهل علي حاجة والآخر تسهل علي أمور أخرى وواحد رب يسهل ويوفق ويكون فيه هذا الخصال لكن ما ننساش أن هذا الحرك تعنا ما هوش عمل سياسوي هو عمل مصير هو عمل أخلاق هو عمل طموح لهذه الأمة ولي ما عندوش طموح وأخلاق ونظرة للعمل الصالح ما يوصلش ما يديرش الخير السياسة المنعزلة عن هذه الأمور تأتي بالدمار لأن الإنسان مولع بالجشع بالطمع بالظلم يأكل صاحب له كان يلقاه باش يدي الفايدة وهذا ما يخرش هذا ما يبنيش أمة كل إنسان مجبول على أنه يريد يسعى ويكسب ويدير ويبني معليش لكن ما ينساش هذه المقومة الأساسية وهذا حسن ظننا في كل إخواننا وأخواتنا ورب إن شاء الله يوفقنا جميعا والإخواننا للمغالطين إن شاء الله يرجعوا الطريق ويساعد بعضهم بعضا حتى يكون هذه الهبة الموطنية هبة جامعة لمستقبل زاهر لهذه الأمة وهذا الشعب شركرا لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته